اشتركوا في القناة وكالة الجامعة للتطوير والجودة تنظم الدورة التدريبية الأولى لمشروع إتقان مصور من جامعة مالك شعود يحصل على تصنيف أفضل صورة للعام 2015 حسب تصنيف وكالة الأنباء الفرنسية أعزائي أينما كنتم أسعد الله ووقاتكم بكل خير من جامعة الملك سعود نحييكم ونقدم لكم تفاصيل أبرز الأحداث والفعاليات التي شهدتها الجامعة خلال أسبوع تحت رعاية معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر عقدت إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود اللقاء الخامس لرؤساء مجالس إدارات الجمعيات العلمية بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري والمشرف على إدارة الجمعيات العلمية الدكتور محمد العبيدة بدأ اللقاء بكلمة لمعالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر تناول فيها الدعم الذي تقدمه الجامعة للجمعيات العلمية كما تعلمون فإن جامعة ملك سعود تسعى منذ إنشائها إلى تشجيع ودعم تأسيس الجمعيات العلمية في شتى المجالات المعرفية وذلك للإسهام في فتح آفاق علمية ترفض الحركة المعرفية لبلادنا وتثريها بما يسهم في نهضتها الثقافية والحضارية وكان الثمار هذه الرؤية احتضان جامعة الملك سعود اليوم ما يقارب خمسين جمعية علمية تمثل ثلث الجمعيات العلمية المنتشرة في كل جامعة المملكة وتعمل هذه الجمعيات في جامعاتنا على تنشيط البحث العلمي وطرح الأفكار المستحدثة داخل دائرة التخصص وإصدار الدوريات والمطلوعات العلمية وعقد اللقاءات والندوات وورش العمل ودعوة المتخصصين لتبادل الخبرات وتداول المعارض ولا شك أن مؤشر نجاح أي جمعية يظهر في مستوى حضورها في المحافر العلمية تمثيلا أو مشاركة ومستوى إنتاجها العلمي ووجوه خدماتها المقدمة للمجتمع تحت باب المسؤولية المجتمعية ومدى استمرار فعاليتها وتتابعها أيها الأخوة الزملاء إن الجمعيات العلمية أسست لتحقيق رسالة سامية تعد رديفة لرسالة الجامعات ولسيما أنها تابعة لها ومرتبطة بها تلك الرسالة تجسدها عن شطة الجمعيات التي نلمس تفاوتا كبيرا بينها في الكثافة والعمق واستراتيجيات التفعيل وذلك التباين يرجع إلى التفاوت في مستوى الجهد والعمل على تحقيق الأهداف المرسومة وتنظيم المشاركات الفاعلة تحقيق للغايات التي أسست لأجلها والإيمان وزارة التعليم بأهمية هذه الجمعيات وحرصها على تفعيل رسالتها فقد أولتها أيضا الاهتمام كما أن الجامعة نفسها تخصها بالكثير من الدعم والتمويل والمؤازرة فنحن في الجامعة ماضون في مساندة جمعياتنا العلمية وحثها على المنافسة وتشجيعها بالدعم المالي وتكريم المتميزين منها في حفل سنوي يجمعنا اليوم في دورته الخامسة هذا بالإضافة إلى أن الجامعة قد خصصت أرضا لها في واد الرياضة للتقنية بمساحة سبعة ألاف متر لتكون مقرا لها إن شاء الله وأمام هذا الدعم وتلك المساندة لم يبقى أمام الجمعيات سوى العمل للجهد المثمر لنقل الأفكار والرؤى إلى واقع عملي حي وأداء دور بارز يعلن عنها ويؤكد أهليتها للدعم المؤازرة شهد اللقاء تكريم المشرفين السابقين على إدارة الجمعيات العلمية وأعضاء اللجنة الدائمة للجمعية والجمعيات العلمية المتميزة حيث جاءت الجمعية الجغرافية السعودية في المركز الثالث وأفضل جمعية إنسانية وجاءت الجمعية السعودية للطب وجراحة الصدر في المركز الثاني وجاءت الجمعية السعودية للعلوم الزراعية كأفضل جمعية علمية فيما حققت الجمعية السعودية لطب الأسنان المركز الأول للعام الخامس على التوالي وأفضل جمعية صحية ناقش اللقاء سبل تعزيز دعم الجمعيات العلمية واستعرض مقترحات رؤساء إدارة الجمعيات حول سبل الارتقاء بأدائها لتحقق الأهداف المرجوة منها الجدير بالذكر أن جامعة الملك سعود تحتضن 49 جمعية علمية في التخصصات الصحية والعلمية والإنسانية يصدر عنها 28 مجلة علمية محكمة منها 9 مجلات مندرجة ضمن قاعدة البيانات العلمية ISI وتسهم تلك الجمعيات بدور كبير في تنشيط حركة البحث العلمي والتبادل المعرفي وخدمة المجتمع تحت عنوان استخدام إدارة الجودة الإلكترونية في نظام إتقان افتتح الدكتور عاطف العمري مساعد وكيل الجامعة لتطوير والجودة للشؤون الفنية الدورة التدريبية الأولى لمشروع إدارة مستودع البيانات والجودة الإلكترونية إتقان أقيمت الدورة بفندق كورتيارد ماريوت بحضور ممثلي كليات وعمدات وإدارات الجامعة يأتي تنظيم هذه الدورة تنفيذا لخطة المشروع في المحور الخاص بإطلاق نظام الجودة الإلكترونية وتعد باكورة لعدة دورات تنظمها وكالة الجامعة للتطوير والجودة تتضمن التعريف بإدارة الجودة الإلكترونية وإنشاء وتعديل وإرسال الاستبيانات ومخرجات مؤشرات الأدى وإضافة معايير جديدة وتحديد معايير خارجية على النظام وإضافة مخرجات التعلم وطريقة التقييم بالمادة الدراسية ويعد مشروع إدارة مستودع البيانات والجودة الإلكترونية إتقان أحد أهم المشاريع النوعية للجامعة ويعمل المشروع على بناء مستودع شامل لجميع قواعد البيانات بالجامعة بالإضافة إلى بناء نظام إلكتروني متكامل ويهدف المشروع إلى مراقبة الجودة والأدى وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في عمليات الاعداد والتخطيط والتدوير واتخاذ القرار مما يدعم سعي الجامعة لتحقيق الريادة العالمية والتميز في بناء مجتمع المعرفة حصلت صورة التقطها محمد مشهور المصور بالإدارة العامة للعلاقات والإعلاء بجامعة الملك سعود على تصنيف وكالة الأنباء الفرنسية لأفضل الصور للعام 2015 ضمن 88 صورة تم اختيارها من بين مئات الآلاف من الصور وكان مشهور قد التقط الصورة التي حازت على إعجاب العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم خلال مراسم دفن الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله ولحظة رفع أكف الدعاء له عن الصورة وظروف التقاطها يتحدث المصور محمد مشهور الصورة حصلت من أجمل الصور على التأثير كإنسانيا وهي صورة قبر الملك عبدالله رحمه الله الصورة طبعا كانت التقط الصورة من أعلى صورة المقبرة وكانت طبعا الحضور للمقبرة من الساعات الأولى والصباح الباكر وانتظرنا إلينا تم دفن الملك عبدالله رحمه الله عليه في بعض صلاة العصر وعندما انصرفوا الأمراء والمسؤولين من المقبرة تم دخول المواطنين للعزاء والدعاء للملك وطبعا صعدت على صورة المقبرة واخدت الصورة اللي فازت بأفضل 88 صورة العام 2015 الصورة طبعا كان فيها مغامرة كان فيها تعب كان فيها جود فيها انتظار كان في شيء مرسوم داخل فكري انه انا كيف احصل على صورة اطلع من هذاك اليوم اللي انتظرت فيه فترات طويلة انه اطلع بهذه الصورة اللي حصلت على هذه الجائزة إلى هنا اعزائي وصلنا وإياكم إلى ختام هذا التقرير حتى نلقاكم الأسبوع المقبل لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة